مع ضيفتنا ميساء بشرات مستشار التسويق الالكتروني يسعد صباحك صباح الخير يسعد صباحك ميساء احنا الشبكي عالم بحد ذاته العالم الافتراضي بطل مية بالمية افتراضي لانه بيأثر على عالمنا الواقع والعكس صحيح ولكن بدنا نبلش نسمع من حضرتك عن جد لما اليوم عم نسمع بيوتيري هالأدعالي كل يوم عم بيصير في حادثة اطلاق نار قتل قتل امرأة قتل شاب كيف هم بتكون ردود فعل الرواد على الشبكات الاجتماعية سؤالي كتير حلو اولا كيف ما ذكرته يعني هناك صار حياتنا احنا اي خبر بدنا نشوفه اولا منروح على ان كان الفيسبوك او على جوجل منبحث عنه فصار هناك فعلا منصة اللي اول اشي بدنا نروح عليها هي المواقع الاجتماعيين ناخد من هناك الاخبار فخلال دقائق معدود من اول ما يصير الحدث او حتى مرات خلال ساعات الاولى منشوف انه فيه الاف اللي عم بيبدوا رايهين عم بتشاركوا الخبر مراتين للأسف حتى لو كان الاشي غير لائق حتى بيشاركوا صورة للفقيد او للمتوفع او اللي كان مشارك في الهاي وطبعا اول اشي بنعمله بنعمل منوجه اصابع الاتهام ان كان لمن احنا برأينا هو المجرم مين برأينا المتقاعس بانه يحافظ على هذا الموضوع ولكن ولا مرة كان عندنا فعلا حل او انا بحكي هنا طبعا من عامة الشعب اللي هني فعلا بتواجده هناك حال ايش احنا ممكن نساوي ايش احنا ممكن نعمل عبر المواقع الاجتماعية حتى نوقف من هاي الظاهرة طبعا انا هنا ما بدي اوقف انه احنا شو منساوي طبعا فيك المواقع الاجتماعية كلها ان كان فيسبوك وتويتر انستجرام وجوجل كلهن عم بتعاونوا مع بعض مع الحكومة حتى يحدوا من اي اشي مسيء يعني انتو ذكرتو هنا كل قضية التعييب والمثبات والاساءة من شخص لاخر ان كان اي من تعقيب او تعليق او مشاركة لأي اشي فهناك عم بيحاولوا كل هاي المنصات انها تخفف وانها تحد من هاي الظاهرة لكل مرة احنا او هنف بالبرامج عندن بيشوفوا انه في اساءة عم بيحاولوا يوقفوا الحساب عند حده ويقولوا له ما في مجال انك انت تشارك هذا الاشي وبما انه في تعاون بناتين كلهن قرروا انه في اللحظة اللي بتم مثال اكتشاف هيك اشي عن طريق الفيسبوك فيسبوك تتواصل مع باقي المنصات ان كان جوجل اللي مش تابع لها او تويتر او لينكتن تقولين انه هذا الحساب عندنا احنا مسكناه كمشجع لهاي الافعال واحنا وقفناه فبالتالي برضو باقي المنصات عم بتحاول انه تتابع هاي يعني بيوقفوا الحساب فيه محتويات يعني في او مضامين عنيف في صحيح فباخدوا هاي الخطوة بالاضافة هنا بدي اترك لكل قضية انه غير انه احنا منحكي ومنقول ايه شو صار وشو لقينا ومنتعاطف مع عائلة الفقيد او مع الاحداث اللي بتصير ايه فيه عندنا باقي المنصات انا دمان هون بقول لازم الواحد ياخد احاله المسئوليه وبالبداية بدي اوجه الاشي للاهالي ايه فيه عندنا كل الالعاب اللي هي صارت فعلا منصة لكل الابناء الشبيبي ايه مثل البابجي مثل الفورتنايت والاخري الابناء هناك بتواجدهم اغلب النهارهن اذا مش كل اوقات الفراغ ايه فهناك احنا بهالالعاب ما منعرف شو فيه هناك ما منعرف شو متواجد كاهالي فابقولوا لعبة مجرد لعبة عم بلعبوها ولكن للأسف الشديد ما منعرف انه كل هاي الالعاب بتشجع على اعمال العنف وهناك وكل الوقت سبع ساعات بتعني نقول مثال اللي هو الوقت المعدل للابناء انها تكون متواجده هناك سبع ساعات من لعب العنف والقتل والاساءة والضرب لاشخاص تاني اللي هون فيه دراسات شافعت من ناحية نتائج انه كل مرة هو الابناء عم بتلعب في هاي اللعبة وعم تاخد نقاط مقابل انها هي تسيء لغيرها فهذا الاشي طبعا باخدوه للحياة الواقعية اللي احنا موجودين فيها ان كان للمدرسة ان كان للبيت وبدهن يطبقوا هذا الاشي لعنهم هذا اللي عايشين فيه هني اغلب الوقت في المواقع الاجتماعية وكأنه هادا بيعت الشرعية يعني هاي السلوكيات العنيفة طيب مايسا احنا عم نشوف يعني تغييرات في عالم المنصات الاجتماعية وإلى هالدرجة هي يعني الدرجات كتير يعني يسبب كتير كتير عالية هي مسيطرة على برنامجنا اليومي من خبرتك ومن مجالك ما هو الشكل النقاشات اللي موجود على الشبكة التعليقات اللي موجودة وفي حالة المساس بالخصوصية على مستوى الافراد لمين ممكن الفرد يتوجه ايه اول اشي احنا منشوف اذا كان في حدث مباشرة كيفما ذكرت منشوف انه كتير عشرات ومئات الاشخاص خلال الساعات الاولى من الحدث بطلعوا بيحكوا بعبروا عن رأيهن اغلبية بتاع نقول تعليقات لهذا الموضوع بتكون هي يعني تعاطف مع العيني او ليش هيك عم بيصير عنا في المجتمع لمين ممكن نتوجه فيه الاهل فيه البلدية او ادقاط او احتجاج بالضبط هيك فهونا احنا ما في حلول ولكن منشوف انه الكل ضد العنف هذا اشي اللي الكل عم بتفئ عليه قليل جدا عدد كتير قليل من التعليقات او من اشخاص اللي بتطلع بتقول هذا الشخص مثلا كان مشكلجي وخلاص تريحنا منه من البلد هذا الشخص كان داير مع مجموعة انا عارفة سيئة او سلبية وبتجيب البلد للمجتمع فهيلا هيك تريحنا منه عدد كتير قليل من التعليقات اللي منشوفها هيك ولكن الاغلب فعلا متوجه لانه بيكفي عنف بيكفي قتل بيكفي جريمة ولكن ما منعكس الاشي ومننفذ الاشي في ارض الواقع انما كما بقوله كله حكي ما فيعلي ضريبة صحيح مع الاسف مايسا قداش بتشوفي انه في هاي العلاقة اللي انا هيك بافتتاحية الفقرة حكيت عنها وكأنه كمان على الشبكة احنا بنعرف فيه حالات عنف صعبة جدا التنمر اللي عم بيكون كفيل او حتى اترابات نفسية عم بتصير لأطفال او عم بيصير نوع من العزلة والعكس صحيح ايضا ما يجري على الواقع واكبر دليل الامور اللي تفضلت فيها ينعكس على الشبكة من هون احنا بنواجه كتير حالات في عملنا وكمان من ناحية الدراسات بنشوف انه في كتير اشخاص في الانعزال هذا انه بيطلع صورة بكفة كم من تعليق او ياخدوها ويشاركوها مع اصدقائهن مع اصحابهن او حتى بتوجه من قبل شخص غريب اللي ايسا رح نتطرق بتأمل انه نتطرق كمان لكل قضية الحسابات المزورة اشخاص زي بعمر الاربعين ومما فوق بتواصلوا مع شبيب صغيري اللي بيحكوا بيقنعوهن يعملوا تقول لي كأشي اساسي مثلا انهن يشلحوا اوعيهن يصوروا حالين هناك كل المشاركة لهذه الشغلات للأسف مش بس امراض الطرابية والآخرها ممكن تأدي كمان لحالات انتحار طبعا مع الاخيرات سلبية كتير سلبية كيف ما ذكرتي كتير عم بيحاولوا في المواقع في المنصات انهن يحدوا من هاي الظاهرة انهن يوقفوا كل شي عند حده ولكن للأسف ما زال في اشخاص بتقدر تتلاعب وبتقدر تتواجد هناك بشكل دائم صحيح مية بالمية ما يسب بما انه قلتي انه كتير مهم انك تتطرق كمان لكل قضية المساس والحد من الخصوصية وبما انه يعني فيش عندنا كتير وقت فبس كيرتي تشاركينا شو هي اهم النقاط اللي بديك تحكي عنها وبالنهاية هيكي اعطينا نصيحة في ظل كل هاي اللي خلنا نقول الحالي اللي بديش اقولنا سعبي لانه احنا منقول انه في جوانب ايجابية كمان الاحتجاج وكمان المظاهر التعاطف بنادر نقول انه المنصات الاجتماعية هي منصات ايجابية على الاقل اسماع الصوت واسماع الصرخة صرخة الرفض والاستنكار ولكن مع ذلك لكل يعني العملي الى وجهن جهاز سلبي مجهن والحسابات المزيفة نترك هيك شوية للحسابات المزيفة فيسبوك طلع خلال الاسبوع تقرير عن اول ربع في سنة الـ 2019 من شهر واحد لشهر ثلاثة يسكر الفيسبوك ما يقارب 2 نقطة 2 مليار حساب مزور عدد هير واللي هو عدد اللي بيقولوا كمان بعد ما زلنا لانه كان في حتلني لبرامجهن اللي قدرت تمسك هاي الاشخاص من قبل ما تبدأت تشتغل يعني هني بيقولوا بمجرد التقائق الأولى للاشخاص اللي حاولت تفتح حساب مزور كان هذا العدد ولكن هني بيحاولوا دايما انه يتوروا برنامجهن ويقدروا يمسكوا اكبر عدد من الحسابات المزورة برضو اللي موجودة واللي عم تطلع بشكل دائم فهون هني بيقولوا فعلا هو عدد جدا صغير نسبة للعدد الموجود لكل مستخدمين الفيسبوك وعم بيحاولوا وطبعا احنا هنا كيفما ذكرنا برضو اللينكتين والانستجرام عم بيفوتوا شوي شوي لهذا المشال حتى يحدوا من هاي الظاهرة نتأمل يصير في سيطرة تامة لانه عن جد هذا الموضوع ممكن يحد من العنف اللي عم بيصير وايضا التعليقات اللي كتير مش بمحلها ومنح انه في هاي هذا الالغوريثم او انه كل هاي المراقبات الالكترونية اللي عم بتصير ميساء شكرا كتير على الاضاءة على هذا الموضوع بهذا الشكل المهني والمفصل ويسعد صباحك شكرا لك شكرا لك